خلينا نرجع تاني الأدب السيرة الزتية بعد إذن حضرتك وعايز أعرف الفرق ما بين أدب السيرة الزتية ما بين لما أقول مثلاً ده عن قصة حياة فلان ما بين الأدب السيرة موضوعية ما بين مشوار حياته هل فيه اختلافات هل فيه اختلافات ما بين كل هذه المسميات ولا في الآخر كلها بتبقى موضوع واحد عن شخص واحد وهي ما هي إلا مسميات لا هو الحقيقة مهم هنا لتأكيد على فكرة المفهوم العام للسيرة ايه هو المفهوم العام أنها ليس بالضرورة أن تكون سيرة ذاتية بمعنى احنا عندنا كتاب مهم جداً للأستاذ محمود عبد الشكور اسمه داود عبدالسيد سيرة سينمائية مثلاً فهو بيستعرض فيه مشروع سينمائي للمقرد الكبير اتكلمنا عن الموضوع داود عبدالسيد قبل كده وصدفنا بالضبط كده مشروعه السينمائي بيستعرضه وبيبحث فيه وبيبين للناس الجوانب الخفية في الأعمال اللي هو قدمها عندنا مثلاً كتاب للناقد الموسيقي اللبناني دكتور فيكتور سحاب اسمه محمد عبدالوهاب سيرة موسيقية هو يستعرض فيه التطور الموسيقي عند موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب طيب هل دا بيعني أن احنا نغفل تماماً السيرة الشخصية للشخص وإحنا بنعمل دا الحقيقة احنا لازم نمر عليها ليه لأنها بتكون فارقة فيما حققه الشخص يعني كل واحد مننا نشأته وما واجهه في بداية حياته بيؤثر بشكل أو آخر على ما قدمه بعد كده طبعاً 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 مثلاً فنان إسماعيل ياسين كلمنا عن السيرة الخاصة به وكان فعلاً أدئته فلته مؤثرة عليه لما كبر فيه بقى هنا حاجة لازم نكون مهتمين بها لعبد الحدود بنعمل دا الباحث اللي شغال على هذا الموضوع فكرة هو أنا بس بسجل ما سبق أن كتب أو ما سبق أن هو أزيع في الإذاعة أو في التلفزيون أو قاله للشخص بنفسه ولا أنا ككاتب وباحث بطرح رؤية من خلال دا يعني أنا بقعيد قراءة التاريخ بتاع شخص معين عشان أطرح رؤية زي فكرة كتاب أحمد زاكي 86 بالزبط هي فكرة أن محمد توفية توقف عند عام 86 في مسيرة أحمد زاكي الفنية الطويلة دي رؤية فكرة التوصيق هي فكرة بتاخد ممهود كبير جداً استعراض سيرة شخص له قيمة كبيرة زي أحمد زاكي أو غيره من الفنانين اللي أنا ذكرت أسمعهم أو رجال الفكر والثقافة الناس بتتخيل أن الكتاب اللي هي بتقراه في وقت سواء كان وقت قصير أو وقت يعني بياخد عدة أيام أو فيه ناس ممكن تاخد وقت أطول من كده الباحث بقى يشتغل على دا قد إيه محدش هيعمل المجهود دا ولا هيهتم هذا الاهتمام إلا بأشخاص هو بيحب بهم بيفرق ما حضرتك كناشر السيرة الزاتية دي مكتوبة عن مين ولا يفرق معاك مين اللي كاتبها اللي يشجعك أكتر للنشر اللي تنين يعني ممكن أكون مش مهتمة قوي بالشخصية اللي حيكتب عنها ولكن اهتمام الكاتب بقيمته هو بهذه الشخصية عارف إنه هيطلع محتوى حالي ممكن يخليني أتوقف باهتمام عند الشخصية ولكن العكس الحقيقة بنكون أكثر حرصاً فيه فكرة إن تكون الشخصية لها مساحة كبيرة جداً ولها قيمة وقامة ووزن والكاتب بقى اللي هيكتب عنها ده مين الكاتب مين رصيده وقدرته قد إيه يعني إنجازه قد إيه اجتهاده قد إيه في الموضوع اللي يتفرض علينا الحقيقة بتفرق لو الكاتب من أهل من أسرة الشخصية اللي هيتكتب عنها السيرة الذاتية ابنه مراته مثلاً أخته بتفرق؟ الحقيقة لازم لازم تفرق لأنها هيكون فيه مساحة من الحميمية والصدق والشغف يعني إنساني في المقام الأول يعني ويمكن هنا برضو خليني أقولك على كتاب أيام في حياة اللويندي دكتور سعيد اللويندي مصقف مصري ومفكر وكاتب صحفي له مشروع كبير جداً وطف من ثلاث سنين يعني دكتور فاطمة محصي هي زوجته كتبت عنه؟ دكتوراه في فلسفة التربية كتبت عنه هذا الكتاب هي كانت بتلح عليه في حياته أن يكتب سرته الذاتية وكان يعني رده أن أنا محدش هيفتكرني بعد مموت اللانتي وهكذا فهي لأن عندها دافع كبير ناحية الموضوع ومدركة إلى أبعد الحدود أهمية مشروع الدكتور سعيد اللويندي هي كتبت هذه السيرة أيام في حياة اللويندي طبعاً لما نيجي نتكلم بقى على زوجة تكتب عن زوجها إلى أي مدى في سرته حتمتد المناطق معينة وإلى أي مدى حيكون فيه صعوبة في تحقيق التوازن بين المنهج كأكاديمية وبقى حيث تكتب هذه السيرة وبين زوجها تكتب عن زوجها ده الحقيقة تحدي كبير جداً لكن لما بنقرأ الكتاب في النهاية بنلاقي أنه هو لأ الحالة فيه أكيد بتكون فيه اختلاف فيه اختلاف نفس الشيء بالنسبة للإعلامية الكبيرة نهال كمال في كتابها عن عبد الرحمن الأبنودي أيوة طبعاً ساكن في سواد النني طبعاً هي كتبته بنفسها وعن هذا الشعر الكبير وعن قصة حب ومسيرة زوجية ممتدة ومختلفة برضو بنلاقي فيه حالة الصدق والحالة الإنسانية فيه يعني بتلف القارق وهو يقرأ صحيح وده أكيد القارق بيحس بيه بيحس بيه أكيد طبعاً أستاذ حسين خلينا نتكلم عن تجربة الحقيقة جميلة جداً من تجربة سيرة الزاتية وهي كتاب سيرة الزاتية عن الفنان هاني شنودة الجميل في الموضوع مش بس إن احنا بنتكلم عن الفنان هاني شنودة إنما كمان إننا بنتكلم عن شخصية موجودة شخصية حية عيشة وسطينة وأعتقد إن ده بيعتبر كمان جزء من التكريم أو في قدر من التكريم إن مش كل الناس اللي نكتب عنها تكون خلاص ماتت أو تكون خلاص مش موجودة فكلمنا شوية عن التجربة دي أو عن تجربة سيرة الزاتية للأستاذ هاني شنودة الحقيقة كتاب مذكرات هاني شنودة كان من أوائل الإصدارات اللي احنا ظهرنا بيها جميل إحنا معنا الغلافة هو شايفينه دلوقتي طبعا الواحد لما بيكون بيبدأ مشروع جديد هو بيكون حريص إن الإصدارات التي تصدر عنه تؤكد سريعا رؤيته ورسالته الملامح المشروع اللي هو هيشتغل عليه وكان ضروري إن إحنا نتوقف عند شخصيات عندها مساحة من الجماهرية عند الناس وفي نفس الوقت لها مشروع ضخم جدا وممتد السنوات طويلة وكون إن الأستاذ هاني شنودة ربنا يديله العمر والصحة يعني على قيد الحياة دي كانت مسألة مهمة جدا جميلة جدا الفكرة هو من النوع اللي كنت بكلم حضرتك عليه من شوية إنه الموسيقار هاني شنودة حاكي لكاتب الكتاب الأستاذ مصطفى حمدي أيوة فلما ده اتعامل وصدر زي ما حضرتك نوهتي بالزبط كان ليه صدى كبير جدا عند الموسيقار هاني شنودة نفسه ولما بدأنا نعمل حفلات للاحتفاء بالكتاب وبالأستاذ هاني شنودة كان إلى أبعد الحدود سعيد وكان إلى أبعد الحدود وأكيد كان متعاون جدا مع الموسيقار هاني شنودة وبعدين حصل في الوقت ده قصة شهيرة جدا يعني أنه وسط التغطيات المتواصلة عن الكتاب وعن الموسيقار هاني شنودة في شاب علق على السوشيال ميديا كان الموسيقار هاني شنودة حديثا بدأ تواصله أو تعامله مع السوشيال ميديا فنشر بسطات وصور عن الاحتفاء بالكتاب فعلق أحد الشباب هو أنا الوحدي اللي معرفش مين ده فدي كانت مسألة يعني واقعة شهيرة جدا ليه لأن هي طمنتنا وأكدت لنا كل اللي احنا بنعمله الأستاذ هاني شنودة الحقيقة تعامل بروقي شديد طبعا زي أي حاجة بتحصل على السوشيال ميديا في ناس بدأت تهاجم الشاب وفي ناس بدأت تدافع عنه الأستاذ هاني تواصل مع الشاب واستضافه عنده في الستوديو بتاعه وبدأ معايا الكلام هو أنت كنت شفت برنامج اسمه الكاميرا في الملعب قال له شفت وقال له طب أنت فاكر المزيكة فقال له ده أنا اللي عملها سمعت أغنية كذا العمر دياب سمعت أغنية كذا لمحمد منير سمعت أغنية كذا لنجاة فقال له أنا نجاة بقى أخذ يبارك فرق يعني بنتكلم على النجاة بنتكلم على عمر دياب بنتكلم على محمد منير وآخرين فقال له قاسمي قال له أنا اللي عامل الحاجات دي وهو ده الجميل في السيرة الزكية خلينا أكملك رجع قال بقى ده أنا حصل النهاردة كذا ورحت واكتشفت كذا ودخلت عالم أنا ما كنتش أعرفه وده حقالينا بقى حاجة من أهدافنا الأساسية في الموضوع فكرة تواصل أجيال زي ما كنت بكلمك من شوية إن إحنا بدل ما إحنا عملين نقول للشباب إنتوا إيه اللي إنتوا بتسمعوا وده اللي أنا عايز أقوله لك بالزبط فكرة التواصل نوصل بقى نعرف ويحصل هذه الحالة اللي كانت جميلة إلى أبعد الحدود فطبعا مذكرات هاني شنودة من أهم الكتب لأنها أرخت لتجربة موسيقية شديدة الأهمية فيما يتعلق بتطوير الموسيقى العربية وإزاي واحد يكون مؤسس على الموسيقى الشرقية والعربية وفي نفس الوقت يدرس الموسيقى الغربية وإزاي حقق هارموني بين الاتنين ويخاطب أجيال جديدة بشكل جديد من الغناء ويحقق هذه الاستمرارية على مدى هذه السنوات كانت مع أسماء كانت كبيرة وقتها أن تعامل معها زي الفنانة نجات أو أسماء بدأت معها زي عمر دياب ومحمد مونير أو لدرجة أن الموسيقى بوزن الموسيقى محمد عبدالوهاب يعني بعد ما سمع التجارب دي يخلي الموسيقى رهاني شنودة يعيد توزيع أعماله وتغنيها الفنانة الكبيرة نجات فكل دي مسائل مهمة جدا وهو ده الهدف من السيرة الزاتية أن نحن نقدر نوصل ونتواصل مع شخصيات مؤثرة في حياتنا أثرت فينا بأي شكل أثرت في المجتمع بأي شكل أياً ما كان ثقافي سياسي فني رياضي أن نحن نقدر نعرف عنهم أن نقدر نفهم حكايتهم أن نقدر نتعلم منهم وما أجملها لو بنتكلم عن شخصية جميلة موجودة على قيد الحياة مش لازم تكون شخصية توفت